ورجعنا لحضراتكم مرة تانية وفي الفقرة دي زي ما أنا قلت في بداية الحلقة موضوعنا حصل معينا كلنا كلنا في فترة من حياتنا اتعرضنا لأذى نفسي سواء كنا إحنا بشكل مقصود أو غير مقصود أزينا حد نفسيا أو إحنا لتأزينا يعني ممكن يكون تأزينا بتنمر بكره شخص عايز ياخد منك أو يخطف منك الدوق فبيتري عليك يقول عليك أي حاجة مش فيك لمجرد أنه هو مش حابب أنك تكون محبوب أو ظاهر عنه وأنا واحدة من الناس اللي حصل معي كده وتأزيت نفسيا من ناس كتير وأعتقد أن انت كمان يقنظره ممكن يكون حصل معك كده طبعا طبعا كلنا مرينا بالأذى النفسي سواء في المدارس أو في الجماعات أو في شغلنا أو مع صحابنا بالتأكيد موضوع الأذى النفسي ده موضوع يعني حصل مع ناس كتير جدا بس أنا بيشغلني أكتر يا مرينا مش المؤذيين على قد ما بيشغلني أكتر المأذيين الناس اللي بتتأزي دايما بشوف أنه بيصعبوا علي يعني أو بحس أنه محتاجين كلنا تأهيل نفسي أنه إزاي نتعامل في الموقف دي مهم جدا أنه إحنا نعرف أنه نرد كويس جدا ومش تازم نرد حتى بالإساءة أو بشتيمة أو بلفزة أو بحاجة بس نرد بقدر الموقف لأنه إحنا دايما لما بنتعرض لده يا مرينا بنروح البيت نبقى متضايقين جدا ومغلولين جدا إزاي ما ردناش في الموقف مع أن الموقف لو تعمل أو تكرر ألاف المرات بعد كده مش هنرد برضو إحنا بنبقى متخيلين أنه لو الموقف تعاد هنرد لكن إحنا بالحقيقة مش هنرد لأنه إحنا مش متعلمين نفس التعليم مش متربين نفس التربية مش بنفس الثقافة مش بنفس الأسلوب مش بنفس السلوك وممكن ما يكونش في قلبنا الشر اللي يخلينا نرد الإساءة بالإساءة فمهما الموقف تكرر مش هنعرف إن إحنا نرده أو إن إحنا نقذي اللي قدامنا نفسيا زي ما إحنا تقذينا منه فالحقيقة الموضوع ده موضوع مهم جدا إحنا محتاجين نتكلم فيه مع حد خبير يتكلم بالتفصيل معنا وهيكون معنا دلوقتي على التليفون دكتور علي عبد الراضي استشاري العلاج والتأهيل النفسي دكتور علي صباح الخير صباح الخير عليك وصباح الخير على كل المتابعين والتحياتي لكم وكل السنة وإنتوا طيبين وفصحة وفعادة أهلا بحضرتك يا فندم محتاجين حضرتك تكلمنا يعني إيه أزى نفسي من البداية كده طيب في ناس عندها خطف الأمور بتقول إن هل يا دكتور التنمر مثلا وإصدار ألقاب مثلا أو التحرش اللفظ ده أزى نفسي والذي أشكال خلينا أقولك حاجة مهمة جدا التنمر وإن حد يقول علي لقب معين أو يتري علي طريقة معينة كلهم واقعين تحت طاولة الأزى النفسي الأزى النفسي ليه أقسام وأوجه كتيرة جدا وهو إنه آخرين أشخاص أنت لا بيك ولا عليك وعايش في حاجتك بسلام وأمان ويجي أشخاص بيتحرشوا بيك نفسيا أو بمعنى آخر يأما يبدأ يحصل نوع من الانتهاك النفس عليك أو بيتنمر عليك أو بيتلفظ عليك وبتوصل كمان لبعض الأوقات التطاول بالأيدي أو الضرب بالأيدي والتعدي بالأيدي اللي بيقع في شخص عادي جدا كان ماشى في حياته طبيعي جدا سواء كان في المدرسة أو كان في الجامعة أو حتى لو كان في الشغل أو حتى لو كان في الشارع وده بيحصل كتير جدا في الشارع أكتر بكتير جدا من المدرسة والجامعة كمان وإنت اللي بيك ولا عليك فجأة بتسمع ألفاظ خارج نطاق الثقافة بتاعتك كمان اللي بأكتر فئة هي بتعاني من الأذى النفسي هما فئة الستات اللي بيستخدموا بعض المواصلات العامة بعض المواصلات العامة أو السيرفيس بتاع الأجرة أو الميكروباسات بنسمع ألفاظ خارجة كتير جدا جدا وده يعد شكل من أشكال الأذى النفسي اللي هو أنا من حقي أستخدم الشارع أو حقي أستخدم المواصلات وبدفع الضرايب العامة بتاعتي علشان أستفاد من المركبات الموجودة في الشارع فمش من حقي أي حد يقول أي لفظ خارج أو أي لفظ جارح يجرح كوني أنثى من الأرفاظ لأن ده بيسبب عندي أذى نفسي وبيعمل لي نوع من التوتر وبياخد كمان جهد في التفكير والأكثر من كده كمان لما تكون أنت أسرة أب وأمه موجودين في المواصلات العامة ويكون معهم أولاد ويسمع بعض الناس الباعي الجائلين أو بعض ما احترمنا لكل الناس ببعض الناس اللي بتسوق السيرفيز أو الميكروباس ويبدأ يقول بعض الأرفاظ من غير ما يراعي أن في أطفال موجودة أو ستات موجودة ده بيعمل نوع من الضرر النفسي والأذى النفس عليها ده شكله ده أكتر شكل انتشار موجود في المجتمعات العربية وتحديدا موجود في مصر وده اللي تم راسته تبع كتير جدا زي المكسة القومي البحثية الاجتماعية والجنائية في آخر أبحاث اتعاملت عن الإزاء النفسي الواقع على المواطن المصري فكان أكثر نوع من الإزاء الممارس وده اللي خليناتكلمت عنه هو الإزاء الممارس في المواصلات العامة وفي الشوارع بعد كده بيجي الإزاء التاني في نفس المستوى الخطورة هو اللي في مرحلة اعدادي وفي مرحلة ابتدائي بيبقى برضو بنسمة متقربة جدا ثم الإزاء النفسي اللي واقع بين الزوجين زوجة انت اخترتها انها تكمل معات مشوار الحياة وتبتدي طول الوقت اما تسخف عليها وتقول ما هو أصل العيلة أصل انت طلع لممسك أو انت طلع كذا أو انت بعد الحمل والولادة زدت شوية ويبدأ يقولوا الموضوع وكمان أخطر أشكال الأذى النفسي الواقع من الزوج هي اللي دخل في نوع من التهريج ولما تيجي تواجه يقول لها أنا كنت بهرج معاك أو انت خدت الموضوع لجد فده بيبقى هي العقل البشري وهو حاطف الكينونة بتاعته أني أنا أي كلمة تخص اسمي تخص أي شكل من ملامحي هي بالنسبة لي حقيقة أو رسالة جايالة من الخارج وناخد بالنا كويس جدا جدا من مجموعة الرسالة اللي جايالنا من الآخرين وعزيزي المستمع وعزيزي المشاهد دلوقتي في ميسات خلينا أقولك حاجة مهمة جدا زي ما أنت بتستقبل رسالة اللي بتأذيك نفسيا خد بالك أن الكلمة بتأذي وبتوجع قوي 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 فخد بالك من كل كلمة أنت بتقولها ما فيهاش جبر خاطر ما فيهاش محبة ما فيهاش تسامح ممكن بتخلي الواحد يخش في مود أحباط أو مود اكتئاب أو مود حزين وخلينا بسرعة دلوقتي بما أننا عرفنا يعني إيه أذى نفسي أكون اللي بيه ولا علي أو حد ممكن يقول كلمة أو يعمل حركة أو يوصف شكلي أو يقول لي أنت شبه فلان أو أنت شبه كائن من الكائنات الحية اللي ربنا خلقها ويشبهني بمخلوقات أخرى فده بيوقع علي نوع من الضرار والأذى النفسي اشتركوا في القناة